الجناح المغربي في معرض تونس الدولي للكتاب يجلب إليه الزوار لثراء محتوى حضور دوري مغربي لنشر آلاف العنوين والتعريف بها يقول هشام الحجر وقد تنقل وأسرته من المونستير في الساحل التونسي إلى المعرض إن الجناح المغربي ثري جدا وأن المناسبة ككل فرصة لتكريس ثقافة المطالعة لدى الأطفال شفت برشة عنوين جديدة برشة عنوين ما تتحكي على الدول العربية كل الإسلامية والعربية وعلى الدولة المغربية ثقافيا هي فرصة مرة في العام للصغيرات متاعنا بشي يشوفوا حاجة جديدة اللي هي توا بلد التليفونيات والإنترنت بعدتها مع كل شيء ما عشفا مش كون يقرأ الكتب هناك دار الثقافة من الدار غضاء ودار الأمان من الرباط فقط وسبب ذلك عدم مشاركة دور المغربية أنه بعد تدخل المعارض هناك في الآن الأربيل في أبوضبي وتونس عنوين كثيرة يعني ممكن تكون يعني حولي الآن إحنا دورين دار نشر دار تقافة ودار أمان يمكن يحولوا واحد ألفين على الأقل واحد ألف عنوان 25 دولة مشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب بـ 314 دار نشر إقبال لافت في اليوم الثاني في تحدي للازمة الاقتصادية لكن رغم التخفضات ما زال الكتاب صعب المنال شعار المعرض هذا العام امضي أبعد مما ترى عينك وفي يدك كتاب قد يبقى حبرا على ورق كل سنة أزور المعرض لأقتني بعض ما أحتاجه هذه السنة يبدو أن المعرض فقير من حيث العنوين التي اعتدت أن أراها ومن حيث الأسعار يبدو أن الأسعار باهظة جدا وهذا قد يفسر بالغلاء الموجود في العالم لأسباب تنظيمية كان معرض تونس الدولي للكتاب مهددا بعدم إقامته هذا العام لكن وزارة الثقافة التونسية نجحت في الإبقاء على دوريته ليستمر مناسبة لخير جليس في الزمان أن يظل كذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يقدم تونسيون بكثافة على معرض الكتاب شغف القراءة والعلم والثقافة يتحدى القدرة الشرائية الصعبة فتح الفالح ميديا تونس 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 تونس